أنا يهمني أسمع منكم حتة التصنيف اللي بيحطه الفيفا واللي مرتبط بنتاج المطشط بتاعت المنتخبات ومشوارها شوية بتأثر في العقلية أو في الزهنية بتاعت الجمهور إن المنتخب ده متفوق أو المنتخب ده مستوى أعلى عندنا خمسة تصنيف أول هيقابله خمسة تصنيف تاني جزائر مغرب تونس جزائر مغرب تونس سينغال نيجيريا تصنيف أول عندنا غانا مصر كاميرون كونغو ديمقراطية مالي تصنيف تاني من خلال متابعتكم لمستويات المنتخبات على الأرض الملعب في مرحلة المجموعات في التصفيات هل شايفين إنه المنتخبات دي فنيا مستوى هيقابله إنها بجد تكون خمسة كبار ولا قصة تصنيف حاجة والملعب والكرة اللي بتلعبها المنتخبات دي حاجة تانية خالصة دكتور ولي مؤكد إن التصنيف مبني على أسس وقواعد مش دايما بتعبر عن الوضع الحالي للتين بمعنى أنت بتتكلم عن نتيجة ترقومية من سنين فاتت بتتكلم عن خمس سنين مثلا وده بيعتمد على بعض المباراة حتى الودية منها اللي انت بتلعبها إحنا كمصر لو كنا في التوقف الدولي الشهير يعني اللي كان مع كابتن حسام البادر لو كان أصر وقتها يلعب مباراة ودية وكنا كسبنا مطشين زي ما الجزائر كانت عملت مثلا وقتها كنا خدنا أجمعات نقاط تقطينا بها نيجاري فالفكرة مش معبرة إذا أنت بتتكلم عن مستوى حالي أو وضع حالي ممكن تصنف فيه منتخبات إفريقيا أنا ممكن مثلا حط لك قطصنيف أول وقتصنيف أقوى أربع منتخبات مفيش منتخب فيهم يقل عن التاني بشيء سنغال وجزائر ومصر والمغرب دول حطهم تصنيف أول في النهاية مصر انت اخترتها وسط الأرعاء طبعا وثلاثة كمان أنا بالنسبة لي مصر تتخطى المغرب وتتساوى مع السنغال والجزائر طيب وإحنا بنتكلم كده هنستعرض جدول ترتيب التصفيات وأعتقد أنا يمكن تبعت الجدول نبتدي بالمجموعة الأولى طيب المجموعة الأولى الترتيب فيها كان الجزائر بوركينا فاسو النيجر وديبوتي والمجموعة دي ما تحسامش فيها تآهل المنتخب الجزائري إلا في المباراة الأخيرة أو المواجهة الأخيرة طبعا مع بوركينا فاسو يعني منطقي زي ما قلنا كان تآهل الجزائر لكن اللي ما كانش منطقي هي الصعوبة اللي وجهتها الجزائر في التآهل استنت لحد آخر مباراة على ملعاب علشان تتعادل حتى ما قدرتش تكسب منتخب بوركينا فاسو ولو كان منتخب بوركينا فاسو كسب المباراة اللي قبلها منتخب النيجر وطبعا هي قواعد بفارق الأهداف لكن لو القواعد العادية الطبيعية في تصفيات إفريقيا بفارق المواجهتين أو المواجهات المواجهة كان ممكن بركينا فاسو تسعد لو كانت فازت عن ناجي أنا بس عايز أقول إن الدنيا كانت قريبة نروح للمجموعة الثانية فاروق منتخب تونس تسيادة طبعا من البداية ومنتخب تونس يمكن منتخب لو تكلمنا عليه فهو المتخب الوحيد الذي دخل فيه هدف واحد في الست موتشاط منتخب بيمتلك خط إدفاع مميز طبعا شفنا الهدف اللي سجله نجمي على المعلول في المباراة يستحق الصدارة طبعا منتخب التونسي وأعتقد أنه منتخبات برضو المرشحة للتآهل حتى في المباراة نروح للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة طبعا ناجيديا برضو في اللحظات الأخيرة أو في المباراة الأخيرة على الكيب فيرديا والرس الأخضر قدرت تتعادل على أرضها وتحجز بطاقة التآهل وأعتقد أنه برضو كان المباراة بس أنه نيجيريا مع الرس الأخضر لأنه ما حدش كان متوقع أنه نحن كل سنة في أفريقيا فيه جعب غريب يعني الرس الأخضر دي هي طبعا بقالها فترة كم سنة بتأدي بشكل مميز لكن أنها توصل لمجموعة لحد آخر مباراة وتنفس نيجيريا على الصعود وتتعادل على أرض نيجيريا من غير خسارة فهذا طبعا كان منزبنا غريب جدا نروح للربعة الكاميرون في آخر في آخر مباراة يعني كاميرون سحل العج لاثنين يعتبروا من الكبار من الكبار لكن فيه فرق مستوى كبير ما بين مزمبيق وملوى من المسبب لهم فكرة المنافسة من البداية ما بين الكاميرون سحل العج قدرت الكاميرون في آخر ماتش تكسب واحد سفر وتتأهل على حساب منتخب كوديفوك المنتخب بقى اللي انا بعتبره مش مفاجة التصفيات لكن هو البعبع الحقيقي لكل منتخبات التصنيف الاول مع مصر طبعا هو منتخب مالي اللي تصدر مجموعته على اوغاندا وكينيا اكتر من غانا والكاميرون اه اه انا بالنسبالي مالي مرعبة للتصنيف الاول مع مصر اكتر من غانا واكتر من الكاميرون مالي منتخب متطور جدا عنده مجموعة مميزة جدا فاهمين بعض السيمترية بيلعبه في الملعب اما لو كلهم ديانجي تبقى مشكلة بيه وفيهم اليو ديانجي يا لو كلهم ديانجي كده ده حي اه المنتخب اللي ايابلهم يلبس في الحيط ده حي طيب نروح للمجموعة السادسة مجموعتنا طبعا مجموعة منتخب مصر مجموعتنا منتخب مصر يدر يحسم التأهل قبل الجولة الاخيرة وطبعا منتخب الوطني هو اللي كان يستحق التأهل فرق المباريات كلها كان فرق المستوى واضح لصالح منتخبنا يعني طبعا من بداية واضح انه حتى رغم ان احنا حطينا في موقف صعب بس يعني اللي انا شايفه والارقاب اللي انا شايفها دي طبيعية جدا ومنطقية جدا بكل هدوء وبدون منشدة عصابنا يعني مزبوط ولا مزبوط اعتقد كان هون كوزجاجة بالنسبة لنا كماتشين منتخب ليبيا الفوز في الماتشين هم اللي لدوا المنتخب سيقة تاني مع كارلوس كيروش وهم اللي حسموا المجموعة افريقية طيب السابعة المجموعة السابعة طبعا كانت مجموعة برضو قوية جدا الحقيقة جنوب افريقيا حفظت لحد اخر دي على حظوصها لكن زي ما قلنا كانت ضرب الجزاء متيرة للجدل قدر بها غانا تتفوق على جنوب افريقيا يعني اعتقد صعب طبعا فيه كلام دلوقتي ان جنوب افريقيا مقدمة شكوى لكن صعب جدا في القرارات التحكمية ان المباراة تتعاد ظلم كبير تعرضت لي جنوب افريقيا الحقيقة لكن يبقى طبعا منتخب غانا منتخب كبير وجدير بالتالي غانا هي غانا؟ لا طبعا غانا من فترة طويلة مش هي غانا غانا من 2010 و2014 دي يمكن كان اخر نهاية الجيل السوبر اللي كان يعني متلقلق في الفترة دي في منتخب غانا بدأ التراجع قاعة طبعا عندهم بعض اسماء مميزة لكن كتيم كمنتخب قوي غانا طبعا مش غانا بتاعة عشر سنين فاتت نروح للمجموعة اللي بعدها مجموعة السنغال طبعا منتخب السنغال القارة ولو كنا بنتمنى كمصر تقابل منتخب تبعد عن منتخبات شمال أفريقيا اعتقد الأمنية الأكبر بالنسبة لنا بشكل شخص ان احنا نبعد عن منتخب السنغال انه منتخب قوي جدا في كل الخطوط عنده العيبة بتلعب في أفضل عندية أوروبا فمنتخب قوي من بداية المجموعة الأخيرة كان هو المتسايد نروح للمجموعة عارف لما بفتكر السنغال دايما يعني دايما الحقيقة عندهم طبعا في منتخبات كده طمرة دولاتها موت والسنغال واحد منها جيل 2002 اه طبعا لما بفتكر انه احنا معرفش ليه دايما بنتبقى خاضر في مواجهة الأفارقة بزدسك من شمال أفريقيا شوية بفتكر دايما ركيها فاسو 98 رحنا كده منتخب محدش يعني يواخد باله منه وكانت يعني بنقابل عتاولة عتاولة أفريقيا ومع ذلك الروح اللي كانت موجودة واللي حطاها كابتن جواري في الجيل ده كان لسه جيل طالع عبدالستار وعمارة وحازم ويمكن حسام كان خبرة شوية معاهم أحمد حسن عمل حالة وصلنا ان احنا خدنا البطور ده اللي أنا مفتخد في منتخب مصر في الوقت الحالي حقيقا يعني خليني هكامل معاكم المجموعات وهق شوية مع منتخب مصر وكارلوس كيروش نروح للمجموعة الأخيرة المجموعة العشرة احنا طبعا كان فيه مجموعة التاسعة مجموعة المغرب اللي خدت فيها طبعا منتخب الوحيد اللي فاز نكم منت يعني طبعا لانت صفات عظيمة جدا والمجموعة العشرة بقى اللي فيها جمهورية الكونغو بقى بذكرات هكتور كوبر قدر يقودهم برضو من النفق الدايق ومسكهم هما ثالث مجموعة بعد جولتين على ما تذكر وقدر يقودهم طبعا بالقرى المنطقية الدفاعية بتاعته المعتادة القرى الواقعية اللي أنا بعيدة وفاروق ضدها لكن أنا شاف هكتور كوبر من المدربين اللي بيعرفوا من أين تؤكل الكاتب وبيلعب على قد الإمكانيات اللي معاه أو على قد الأوراق اللي معاه أنا مش ضدها يقوليد بس أنا بمناسبة هكتور كوبر أنت رايح كاس العالم ما أعتقدش أنت رايح كمنتخب مصر تاخد كاس العالم أنت رايح تقدم عروض جيدة فما ينفعش رايح كاس العالم تتبع نفس الإسلوب الدفاع دي كانت المشكلة معي في هكتور كوبر أن أنت رايح تقدم عروض كوي شفنا في كاس القرات مع الكابتن حسن شحاتة كانت أفضل مباراة لعبة المنتخب المصري من سنين طويلة أو لحد الوقتي ليها ذكرى فالمشكلة أنه كان بطول كاس العالم كان مطلوب من هكتور كوبر شوية أنه هو خلاص بقي غامر